اشتركوا في القناة 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 ساعة على الوش مع بقية الحاجات التانية بجالسات تبقى محدود ساعتين ونص أو ثلاث ساعات برجو وبنعمل تمارين متقويه بنعمل نوع مساش نوعياً وبنعمل يعني بتبقى جالسة طويلة ربما عايش بناخد بقى نقطة نقطة بعدين نقطة اللي بعدها لو انا كمان قليت سنة سوى ياره ممكن بيشوف الحرفة بتاعت اللي يعني شو التأثير كده هو عشان تنفع اترفع ازاي شو التأثير قوي قد ايه خلق ايه الحاجة بيجي ترفع لوحده غمض جانب يعني بتغمض على طول فعي من اخيرة ايه ناخد نقطة نقطة من نقطة من الوش شاكين شاكين الحرفة عملت ده وبنكمل الجرسة كده بحظة النقطة نقطة 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 حد ما بنخارس يارب بنكون فدناك النهاردة في علاج الالتهاب العصب السابع من الحاجات المهمة ويسهل علاجها على فكرة برغم ان الشفل بتاعه لما بيجي بيبقى بيخوف بس يعني ما شاء الله لو العيان بدأ الجلسات على طول وعمل الجلسات بتاعته بيجي من نتيجة كويسة جدا جدا نتمنى نكون كدناك من اهو ترجمة نانسي قنقر